موسيقى الرئيس سيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأخير يؤكد أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي الرئيس الوزراء يعلن عن مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل لاستعرض رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ومصر تدين بأشد العبارات جريمة الاغتيال النكراء لصحفية الفلسطينية بالقرب من مخيم جينين الثلاثة عصرا بالقاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة من إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح أسيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد خلال اللقاء على همية وقوة التحالف المصري الأمريكية وتطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة خلال الفترة المقبلة أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث كشف مدبولي عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلة المستثمرين بحيث سيتم وضو حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزراء والجهات المعنية وذلك على المشروعات الاستثمارية والترخيص المختلفة وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات وتقدرات لتدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وكذا توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عمل المصانع كما تطرق مدبولي خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية وذلك استعدادا لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ هذا وقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين وعلى هامش التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح الموطنين حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من أجل مواكبة التطورات وتدعيات الأزمات التي يشهد العالم حاليا وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجا شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى المدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون ما بين الهيئة القومية البريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركة مصر للتأمين بشأن إتاحة تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين التي تتيحها شركة مصر للتأمين من خلال مكاتب البريد وفقا لأنظم الإلكترونية الحديثة يهدف هذا الاتفاق إلى زيادة ونشر الوعي التأميني عبر توفير نماذج تأمينية متعددة تتناسب ومختلف شرائح المجتمع خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير منتج تأميني خاص بعمال مصر يلائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك في مختلف المناطق بجميع المحافظات ذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في بنية تحتية قابلة لاستيعاب متطلبات المواطن المصري باستخدام أحدث النظم والحلول التكنولوجية إلى جانب الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 111 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط نحو أطنان أو 6 أطنان سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 33.5 طن سلع غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن وتم ضبط 60 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للموصفات أعربت مصر عن إذانتها وبأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكرى للصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا إصابت الصحفي علي أسمودي أكدت وزارة الخارجيان تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير مطالبة بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة هذا وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوية الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المصاب الجلل اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 164 طائرة حربية و125 مروحية و807 طائرات بدون طيار وذلك للقوات الأوكرانية وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أنه تم تدمير 302 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات و2009 دبابة ومدرعة أخرى و360 راجمة صواريخ و1455 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهون و2808 مركبات عسكرية خاصة قال وزير الخارجية الروسية سيرجايد لفروف أن موسكو لا تريد حربا في أوروبا وأضاف لفروف في معتبر صحفي في مسقط بعد محادثات مع نظير العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن الدول الغربية ترغب في أن ترى هزيمة روسيا في حملتها العسكرية في أوكرانيا في الوقت نفسه أكد لفروف أن موسكو لديها ما يكفي من المشترين لمعاردها من الطاقة خارج نطاق الدول الغربية وذلك في الوقت الذي تحاول زوالو الاتحاد الأوروبي تقليص الاعتماد وبشكل حاد على النفط والغاز الروسيين وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريش جونسون إلى فنلندا التي تستعد هي والسويد لإعلان مدى رغبتهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسية وعقد جونسون مؤتمرا صحفي مع رئيسة وزراء السويد ماجد لينا أندرسون تناول أمن أوروبا في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في خطوة قد تمثل تحولا كبيرا في سياسات عدم الانحياز التي انتهجتها البلدان على مدى عقود تعلن فلندا والسويد هذا الأسبوع ما إذا كانت ستقدمان ترشيحهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ولم يكن الأمر يحظى بكثير من التأييد في الماضي لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أحدثت تحولا سريعا في الرأي العام في الدولتين الإسكندنافيتين لصالح الانضمام إلى الناتو استطلاع للرأي نشرته شبكة ييلي الفنلندية أظهر أن نسبة قياسية من الفنلنديين ما يقارب من 76% باتت تؤيد الانضمام إلى الحلف مقارنة ما بين 20 إلى 30% في السنوات الأخيرة كما حدث تحول في الرأي العام في السويد وإن كان بمستويات أقل إذ بات حوالي نصف السويديين يؤيدون الانضمام وبعد أسابيع من الاجتماعات السياسية المكسفة سواء في الداخل أو الخارج تدل جميع المؤشرات حاليا على أن البلدين سيعلنان تقديم ترشيحهما للانضمام قبل نهاية الأسبوع حيث أفاد الحزب الحاكم الاشتراكي الديمقراطي في السويد بأنه سيعلن موقفه حيال عضوية الناتو في الخامس عشر من مايو المقبل ومن شأن أي توصيع للناتو أن يسير حفيظة موسكو التي قاومت تاريخيا أن يتوسع للحلف باتجاه الشرق وأدانت بشدة أي مؤشرات إلى احتمال انضمام أوكرانيا إليه لكن تحذيرات موسكو المتزايدة من التداعيات السياسية والعسكرية دفعت السويد وفنلندا على ما يبدو للإصرار أكثر على العضوية أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجل بوينو أن أكثر من 4 ملايين وستمائة ألف لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى الدول الأعضاء المجاورة وقال بوينو أن الاتحاد الأوروبي حشد موارد هائلة لمساعدة الفارين من الحرب من مواطنين أوكرانيين أو مقيمين بصورة شرعية مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 20 مليار يورو لمساعدة هؤلاء اللاجئين للحصول على الإعانة والمأوى والطعام موسيقى 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 رفضت شركة الطاقة الروسية جازبروم إعلان الشركة المشغلة لمنظومة نقل الغاز الأوكرانية وقف نقل الغاز عبر محطة سخرانيفكا وأكدت شركة الطاقة الروسية أنه لا يوجد ما يعيق ضخ الغاز عبر النظام القائم حاليا وأوضحت الشركة الروسية أن المقترح الأوكراني بتحويل الأحجام المنقولة عبر محطة سخرانيفكا إلى محطة سودجا غير ممكن من الناحية الفنية كانت شركة الطاقة الروسية قد أعلنت سعود طلبات المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الطبعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا بنسبة 43% الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة الآن ووصل متوسط بها إلى 34% أما في بولندا فهي ممتلئة بنسبة 80% أعلنت أوكرانيا أنها ستعلق تضفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور مؤكدة أنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا أوضحت شركة جيتسو التي تشاغل نظام الغاز الأوكراني أنها ستوقف الشحنات عبر طريق سخران نيفكا اعتبار من اليوم معلنة حالة القوة القاهرة وهي بند يفعل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها وفقت شركة VNG الألمانية على سدد الثمن الغاز الروسي المورد إليها عبر جاسبرون بانك بناء على الآلية التي طرحتها موسكو وأضحت شركة الألمانية أن تحويل الأموال من اليورو إلى رابل الروسي لن يسبب لها أية صعوبات قالت المجر أنه يمكن دعم حضر النفط الروسي إذا وفرت المفوضات الأوروبية البديلة وأوضح وزير الخارجية واتجار المجاري بيتر سيارتو أن سعي المفوضية الأوروبية لحضر النفط الروسي دون إيجاد بديل هو أمر مرفوض ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي حضرا على النفط الروسي وذلك بحلول النهاية العام مع فرض قيود على الواردات وبشكل تدريقي جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تعد مدينة أوديسا الصحلية الاستراتيجية الواقعة جنوب غربي أوكرانيا واحدة من أبرز أهداف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا مدينة أوديسا تعرف بلؤلؤة البحر الأسود نتعرف على المزيد حول أهميتها في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية ويشعر بمعناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود بايدن اعترف بأن بعض جذور التضخم خارجة عن سيطرته مشيرا إلى أن فارس كرونا وتداعية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببا في تضخم تاريخي في دول العالم أجمع لا تفرق الأزمة الاقتصادية العالمية ما بين دولة عظمى وأخرى نامية فتداعيتها تضرب بقوة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية ويشعر بمعناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود بايدن اعترف بأن بعض جذور التضخم خارجة عن سيطرته مشيرا إلى جائحة كرونا وتداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا اللتاني وصفهما بالتسبب في تضخم تاريخي في دول العالم أجمع الرئيس الأمريكي عول في تبريراته للتضخم على ارتفاع أسعار الوقود باعتبارها تسببت في 60% من التضخم في مارس الماضي وفي أبريل خرجت الأسعار عن السيطرة حيث زادت أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة لتسجل مستوى قياسيا جديدا وسجل جالون البنزين ساعة نحو 3.75 من 100 لترات سجل متوسط سعر أكثر من 4 دولارات و37 سنة في أبريل مقارنة بدولارين و96 سنة بالعام الماضي أسعار الوقود دفعت البيت الأبيض إلى إعلان اعتزامه تعليق ضريبة البنزين للتحادية باعتبارها خيارا ضروريا للتصدي لأسعار البنزين المرتفعة بايدن تعهض أيضا بمعالجة ما يمكن لإدارته بدءا من الاحتياطي الفيدرالي الذي يؤدي دورا كبيرا في مكافحة التضخم كما أشار إلى إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي فرضها سلفه دونالد ترامب في 2018 ترجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات ما بعد أبقى ارتفاع الدولار للأسعار منخافضة هذا ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية التي قد تؤثر على سياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس هذا وقد انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتصل إلى 1836.60 دولار للأنصة ارتفع سعر النفط في تعاملات اليوم إلى أكثر من 101 دولار للبرميل مع تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تمهد الطريقة أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا وارتفع سعر خام غرب تكسس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بعد تراجعه بنحو 9% خلال اليومين السابقين وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينتي شنغهاي وبكين بالصين قد ترجع أمس وهو ما يعطي بعض التفاؤل الحذر بإمكانية زيادة الطلب على النفط الخام مجددا أكدت رابطة الشركات الأوروبية تراجع مبيعات السيارات الجديدة في روسيا شهر أبريل الماضي وأشرت رابطة الشركات الأوروبية أن المبيعات في روسيا قد انخفضت بنسبة بلغت 78.5% وذلك على أساس سنوي بسبب التضخم المرتفع والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد الهجوم الروسي على أوكرينيا مؤكدين أن التضخم وعدم استقرار الروبال أدى إلى تقليل احتمالات شراء الروس منتجات مستوردة خصوصا السيارات أكد المكتب الفيدرالي للإحصاء أن التضخم السنوي في ألمانيا تسارع في شهر أبريل الماضي إلى 7.4% بعد أن سجل المؤشر في شهر مارس 2022 مستوى 7.3% وأشار مكتب الأحصاء الألماني إلى أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 8.10% وعن أسباب ارتفاع الأسعار أشار المكتب الألماني إلى حدوث اضطراب في سلاسل التوريد وسط جائحة فيروس كرونا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية أعرب رئيس البنك المركزي الألماني يوخيم ناجل عن قلقه حيال ارتفاع معدل التضخم في بلاده ومنح المدخرين آملا في عودة ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبا هذا وقد توقع رئيس البنك المركزي الألماني بوصول متوسط معدل التضخم السنوي إلى 6% في 2022 مؤكدا أن هذه النسبة زائدة وبشكل كبير مؤكدا أنه إذا استمرت الحرب في أوكرانيا فمن الممكن حدوث ارتفاعات جديدة وذلك في أسعار الطاقة وحدوث تأثيرات زائدة على الحد على الاقتصاد الحقيقي وللمزيد مشاهدين حول ارتفاع تضخم في ألمانيا على الهاتف ينضم إلينا الأستاذ في الاقتصاد الدكتور علي الإدريسي دكتور علي أرحب بك على قناة شاشة القناة الأولى في البداية الأزمة الروسية الأوكرانية ما مدى تأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاد الأمني بشكل خاص بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي حضرك وكل أستاذة بمشاهدين الكرام خلينا نقول طبعا واضح جدا أن تدعيات الأزمة يمكن بتتمثل بشكل كبير جدا واضح في الجزء المطابق بإتفاعات معدلات التضخم عالميا والإبتدينا نشوف وانتبع إزاي الاقتصادات الكبرى سواء من أتحدث عن أولئات المتحدة الأمريكية أو على الاقتصاد الألماني الفرنسي وغيرها من الاقتصادات الكبرى كمان تأثيرت بشكل واضح جدا من دفاعات معدلات التضخم واللي كمان تستدت أنها تشهد معدلات يمكن لم تشهدها على مدار عقود كثيرة يعني إحنا بنتحدث عن أولئات المتحدة الأمريكية ما يأخذ من 40 عام أيضا من الاقتصاد الألماني معدلات التضخم هي الأعلى على مدار 40 عام وده يمكن في الظل طبعا يمكن الاقتصاد الألماني حاجة معدلات التضخم تخطى 7% في مارس الماضي 7.3% على وجه التحديد فبالتالي دي كلها أمور دفع كمان البنوك المركزية لرفع أفعار الفايدة وده يحط طبعا ضغوط كبيرة جدا على المستثمئين وعلى الصرافة التي هي تكلفة الاستثمار فبالتالي وضع صعب كمان التأثير الآخر مطابق به اتفاع تكلفة الحصول على الطاقة وتكلفة الحصول على الغذاء أيضا دكتور رحبك تحدثت بتحديد عن المستثمرين السؤالي هو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا طبعا عن ألمانيا وفضلا عن الدول الأوروبية كيف يرى المستثمرين ذلك الأمر مدى تأثير ذلك على المستثمرين خاصة في أسواق النفط والذهب يمكن الذهب على وجه التحديد يظل ملازة آمن في الزمات والأوباع والحروب وبالتالي يمكن هناك زيادة بشكل كبير في الطلب على الذهب قد يحدث بعض التقلبات في الأفعال لكن كنتيجة وكاتجاه عام شايفين طبعا المزيادات اللي بتحصل ومستمرة مع استضرار الأزمة نتيجة الطلب على الذهب بالنسبة لي الاستثبار بشكل عام أكيد متأثر بالسلب لأن العالم في الوقت بيشت حالة من حالات الركود التضخمي وده واضح جدا عدم الخدرة على تقديم الحرافز الكبيرة للاستثمار مع رفع أسعار الصيدة ونتيجة لي تراجع مستويات الصلب على السلع والخدمات عالميا وارتفاع تكلفة الفصول عليها تم أثر أكيد بالسلب المشكلة الثانية هي وجود حالة من حالات عدم اليقين والضبابية بالنسبة لي المشهد خلال الفترة القادمة وده اللي يمكن بيخلي كثير من المستثمين يتراجع عن العزمة في إقامة مشروعات جديدة أو حتى توسع فيه مشروعات قائمة طبعا ارتفاع المخاطر وده حاجة معروفة دكتور دكتور علي الإدريسي للأساد في الاقتصاد شكرك شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى السيد الرئيس تحيات رئيس جو بايدن كذا تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى أفاق أرحب خلال الفترة المقبلة ذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والمنتدة ما بين البلدين خاصة في ضوء الدور المصري الهام بقيادة السيد الرئيس في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية ومن جنبه طلب الرئيس عبدالفتاح سيسي نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي بايدن مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وأكد تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعاد وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في دوء ما يشهده من توتر والطراب وأضف المتحدث الرسمي أن لقاء تترق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية حيث شدد السيد الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعا جديدا ويفتح أفاقا واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة إلى جانب دورها الأساسي في التهديئة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرة إعادة إعمار غزة كما تم تطارق ذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية حيث أكد رئيس عبد الفتاح السيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسستها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدرتها وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار كما تم في ذات السياق مناقشة صبو التعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف حيث أشاد السيد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي تم أيضا خلال اللقاء مناقشة مستجدات خضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث أهلا بكم مشاهدين نجدد على حضاراتكم التحية استضافت المغرب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في خارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكن يشكل الاجتماع مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانقراط والتنسيق الدولي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابية مع تركيز على القارة الأفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى يستعرض وزراء التحالف خلال الاجتماع المبادرة المتخذة فيما يتعلق بجهود دمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بالهجمات الإرهابية أعلنت وزارة الدفاع العراقية تنفيذ ضربة جوية مدمرة لكهف تابع لتنظيم داعش الإرهابي بمدينة الموصل شمال العاصمة بغداد وذكر بيان الدفاع العراقية أن الضربة الجوية أسفلت عن مقتل ثمانية إرهابيين كانوا بداخل الكهف وأوضح البيان أن قوى الأمن ستواصل عملياتها النوعية والاستباقية للقضاء على فلول داعش الإرهابية المنهزمة وعناصر الجريمة المنظمة أينما كانوا أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن عدد الضحايا المدنيين في اليمن انخفض أكثر من 50% منذ بدء سريان الهدنة في أوائل الأبريل الماضي وقال المجلس في بيان له أن إجمالية عدد الضحايا المدنيين بلغ 95 في أبريل الماضي في انخفاض عن 213 في مارس كانت الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي بوسطة من الأمم المتحدة على أن تستمر لشهرين يشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016 قال رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون ساكيول إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية صعب مشيرا إلى الحديث عن تجربة نوائية محتملة لكوريا الشمالية وأوضح بان صادر عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن ساكيول حث على البقاء في حالة تأهب للاستجابة وبشكل أفضل في مواقف كهذه وتولى يون منصبه رئيسا للبلاد أمس وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية حيث تختبر كوريا الشمالية سلسلة من الأسلحة الجديدة هذا وقد أجرت أحدث هذه أو أجرت أجريت أحدث هذه الاختبارات قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيبه تعهد وزير الدفاع الكوري الجنوبي الجديد لي جونغ سوب برضع للتهديدات النووية الصاروخية لكوريا الشمالية وتعزيز التحالف مع البلاد في الولايات المتحدة شدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على التزامه بضمان دفاع وطني قوية مشيرا إلى أن المشهد الأمني معقد وخطير للغاية في شبه الجزيرة الكورية وضف وزير الدفاع الكوري أن بلاده سوف تقوي التحالف العسكري مع الولايات المتحدة وتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الصديقة الأخرى طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع عاجل علني لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بعدما أطلقت الأخيرة صواريخ باليستية مؤخرا وتقرر أن يعقد الاجتماع اليوم وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية يأتي هذا الاجتماع في وقت تخشى الولايات المتحدة من أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة أصدرت الحكومة السريلانكية أوامر بإطلاق النار على منفذي عمليات السطو والمتورطين في أعمال العنف وفي تحدي لحظر تجول فرضات الحكومة في كولومبو خارجت تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة والتي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة غدا تصدامات هي الأكثر دموية في البلاد منذ أسابيع أدت إلى استقالة رئيس الوزراء مهند رجابكسا أصدرت الحكومة السريلانكية أوامر بإطلاق النار على منفذي عمليات السطو والمتورطين في أعمال العنف وفي تحدي لحظر تجول فرضته الحكومة في كولومبو خارجت تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة والتي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفي مؤشر آخر على تدهر الأمن قطعت مجموعات من المتظاهرين الطريقة الرئيسية المؤدية إلى مطار كولومبو وأوقفت كل السيارات للتأكد مما إذا كان أي من أنصار رجابكسا يحاول مغادرة الجزيرة كما أعلنت السلطات أن متظاهرين غاضبين هاجموا قائداً في الشرطة وأحرقوا سيارته قرب مقر إقامة رئيس الحكومة في كولومبو وبحسب الشرطة فقد أدت الصدمات إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 في اليوم الأكثر دموية منذ 19 أبريل الماضي عندما أصفرت حملة قمع لتظاهرات مناهدة للحكومة عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 24 آخرين وسط البلاد كما أضرمت النيران في عشرات المباني ومئات السيارات ومنذ أشهر تأهز حكومة رجابكسا التي تضم أفراداً من أسرته احتجاجات على انقطاع الكهرباء ونقص السلع في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال سريلانكا في عام 1948 أعلن المرشح فرناند ماركوس فوزه في الانتخابات الرئاسية في الفلبين هذا وقد تعهد ماركوس بأن يكون رئيساً لجميع الفلبينيين وبعد اكتمال الفرز الأولي تقريباً حصل ماركوس على أكثر من 56% من الأصوات أي أكثر من ضعف النسبة التي حصدتها منافسته الرئيسة نائبة الرئيس الحالي ليني روبردو وأعاد ماركوس الأبن بفوزه بالرئاسة عائلته إلى السلطة بعد 36 عاماً من الثورة الشعبية التي أطحته أعلنت الحكومة اليابانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق للحماية من فيروس كورونا مع الالتزام بالتباعد الاجتماعية وأضافت الحكومة اليابانية أنها ستواصل مراجعة تدابير مكافحة الفيروسات أثناء مراقبة وضع كورونا في البلاد والتشاور مع الخبراء الطبيين هذا وقد استقر عدد الإصابات في اليابان في الوقت الذي تدرس في الحكومة مزيداً من تخفيف ضوابطها الحدودية لتتماشى مع تلك الموجودة في مجموعة الدول السبع الأخرى سجلت سلطات الصحية في كوريا الجنوبية 43 ألف وتسعمائة وخمس وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وعشرين حالة وفاق خلال الأربع والعشرين ساعة تأتي تلك الحصيلة متخططة أو متخطية حاجز الأربعين ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي بالتزاون مع جهود الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها يشار إلى أنه في الثاني من مايو الجاري ألغت كوريا الجنوبية إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة باستثناء التجامعات الكبيرة في حين ظل ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية والمغلقة إلزاميا أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ذلك خلال الفترة من الثاني عشر إلى الواحد والعشرين من مايو الجاري يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقد أوضحت وزارة الصحة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا هذا وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة شهدت قرية أولاد عبدالله بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تستمر تلك القافلة لمدة يومين يتم خلالهما توقيع الكشف الطبي على الموطنين بالقرية ويتم صرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة تأتي تلك القوافل الطبية في إطار توجه الدولة للوصول بالخدمات الصحية إلى القرى النائية بالمحافظات الحدودية قال محافظة الأسكندرية محمد الشريف إن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل عشر ترع بنطاق محافظة الأسكندرية وأشر المحافظ إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل بلغت حتى الآن 80% مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ثماني ترع بشكل كامل يجرى العمل في أسرع وقت ممكن وذلك لاستكمال باقي الترع تأتي تلك الأعمال في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية وذلك لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية بما يحقق وفرا في مياه الرأي أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وأنه لا صحة لصدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حق الجماعيات الأهلية وشدد المركز الإعلامي على أن آخر موعد لتلاقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجماعيات الأهلية في أداء فريدة الحق للموسم المقبل غدا الخميس وأنه لا نية لمدها لأي فترة أخرى أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بإلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بمركبات الطرق وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة خالد صوفي أن المواصفة تحدد محتوى وهيكل نظام موحد وذلك لرقم تعريف المركبة لإنشاء نظام تعريف لمركبات الطرق طبقا للنظام العالمي مشيرا إلى أن رقم تعريف المركبة تبرز أهميته للحصول على طريقه على كافة المعلومات الخاصة في السيارة قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ القادم كوب 27 سيكون مؤتمرا تنفيذيا للوصول لإجراءات فعلية لاتفاق باريس وشددت وزيرة البيئة خلال لقائها سفير البيئة بفرنسا والمكلف بالتفاوض بشأن التغير المناخي ستيفان كروزات شددت بالتعاون الدائم بين الجانبين المصري والفرنسي في عدد من المجالات التنموية وأكادت وزيرة البيئة حرص مصر خلال رئاستها لأحد أهم مؤتمرات الأطراف للتغيرات المناخية على البناء على النجاحات المحققة من مخرجات مؤتمر جلاسكو والتقدم المحقق في مسارات التفاوض شارك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة سويس يحيى زكي في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي وذلك لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الذي انعقد في دولة المغرب عبر الفيديو كونفرنس لإبراز جهود مصر في استقطاب الاستثمارات المتنوعة في مشروعات إنتاج الوقود الأخضر ومشروعات طاقة نظيفة وقد جاءت مشاركة يحيى زكي من خلال جلسة بعنوان مصر قصة تنمية نحو الاقتصاد الأخضر التي شاركت في حلقة منها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وممثل مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسيدة تاريجي بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتكا والسيدة داليا وهبة نائب رئيس قسم المعلومات بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل نحو 5.7% بنهاية العام المالي 2021-2022 بزيادة تصل إلى 8.10% عن التوقعات الصادرة في نوبمبر الماضي التي كانت عند مستوى 4.9% وذلك في تقرير أفاق الاقتصاد الإقلمي وتوقع البنك في تقريره حول أفاق الاقتصاد الإقلمي الصادر خلال فعليات الاجتماعات السنوية 2022 المقامة بمملكة المغربية تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقارر انتهاءه في يونيو المقبل رغم تداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية كما أكد أن الإقبال على صدرات الغاز المصرية وارتفاع الأسهار العالمية سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية على المدى المتوسط أشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية المصرية أنهت البورصة تعملت جلسة اليوم بارتفاعا جامعيا للمؤشرات رابح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات ومائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 712 مليار ومائتين وأربعة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 41 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 10855 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساول أوزان بنسبة 87 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 1863 نقطة قفز مؤشر اي جي اكس 100 متساول أوزان بنسبة 94 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 2834 نقطة لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ حسام عيد تحياتي لك أستاذ حسام أهلا أستاذ حسام بحيك يا فندم وبأستاذ مشاهدي أهلا بك كيف تطايم أداء البورصة اليوم طبعا زي ما تبعنا في كالسة النهاردة نكحت جميع مؤشرات البورصة المصرية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء وكان ده مدفوع بعمليات ارتدادة قوية لأغلب الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي بي جي اكس 30 وكان مدفوع بعمليات الشرع وفتح مراكز مالية من قبل المؤسسات المصرية والعربية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الرئيسي لإي جي اكس 30 وهو مستوى العشرة الاف وترنمية وقدر ونجح أنه يغلق بالمنطقة الخضراء أعلى مستوى الدعم الرئيسي وإن شاء الله هو المستهدف بالمؤشر الرئيسي اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11 ألف نقطة مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية بالشراء وفتح مراكز المالية بالأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي لكن أستاذ حسام ما أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك وأيضا القطاعات المترجعة يعني كان من أنشط القطاعات بجلسة النهاردة قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية الغير مؤسسية وده طبعا دايما بيتجه المؤسسات المالية لشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية والقوية ماليا بالمؤشر الرئيسي بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للأسهم القيادية وللمؤشر أيضا طبعا ده بينعكس إجابا على أداء الأسهم من عند مستوى الدعم الرئيسي يتفح مرة أخرى لمستوى المقاومة الرئيسية وبالتالي يدفع المؤشر نحو الصعود ولكن نتمنى أن تستمر للمؤسسات المالية في ضخص يولا وجهة نزع أو اتجاه عام للمؤسسات المالية لأن هناك نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية لأغلب الأسهم القيادية للمؤشر لأن مزالت القيم العدلة للأسهم القيادية بالبورصة المصرية أكبر بكثير من القيم السوقية وقيم الحالية الآن في السنو وقاطق لباقي جلسات الأسبوع يعني إن شاء الله بإذن الله في جلسة غدا هنختبر مستوى المقام الرئيسي وهو 11 ألف موطة ولكن يعني سوف يحدث عملية جني أرباح طفيفة أو مؤقتة نظرة للسعود للمستوى المقامة وننتظر ونتركب السيولة مرة أخرى عادة السيولة مرة أخرى بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي لحين استقرار طبعا الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت بصلالة على الأسواع المالية بصفة عامة ويعني مع هدوء الأزمة وهبوط حداتها نشوف معاودة مرة أخرى للأداء الإيجابي بصفة عامة ومستمرة للبورصة المصرية والحين استكمال تنفيذ برنامج التروحات الحكومية هيكون دافع قوي جدا للمؤشر الرئيسي والبورصة المصرية ويكون فيه جذب لكثيرا ومزيدا من الاستثمارات سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية في الفترة القادمة إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسام عيد خبير أسواق المال شكرا جزيلا لك قامت مديرية الزراع بالأسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتفقد الحطقول الاسترشادية للقمح في منطقة العامرية غرب الأسكندرية التي تمت زراعتها بواسطة التقاوي المستحدثة يأتي ذلك في إطاري مشروع الحمل القومية للنهوض محصول القمح في ظل محدودية الموارد المائية هذا وقد نالت التجربة استحسان المزارعين حيث بلغ ناتجه الفدان نحو عشرين إردبا وهي كمية كبيرة نسبيا مقاررة بالزراعات المماثلة رغم أن التربة في المنطقة هي تربة تعدم الحية النهاردة إحنا موجودين في صنف جديد هو مصر ثلاثة ده من الأصناف انتاج قسم بحث الأمح وده من الأصناف الوعيدة الأصناف الجديدة تفرع عالي ومقام للأمراض وعالي المحصول من ضمن 17 صنف قسم الأمح بينتاجهم ما بين أمح خبز وأمح ديورة مزارعين مهتمين جامد بالزراع السنة والانتاجية كويسة واللي جاي أحسن حتى الأنواع اللي نزلة جديدة اليومين دولت أو السنة ديك بالزاد فها انتاجية أعلى وشايف أن الجامعية الصعدة برضا مهتمية اهتمام كامل في لم المحاصيل من المزارعين تتواصل الصوامع والشونا بمحافظة إسوان تستقبلي وتخزين القمحة حيث من المتوقع أن يتم تسليم 166 ألف طن من المزارعين والموردين على مستوى المحافظة ويتم تأكد من شحنات القمح من خلال أقضي عينات من كل شحنة بواسطة المفتشين المختصين للتأكد من سلامة القمح وخلوه من الحشرات والسوس والرمال أول محافظة بكرت باستلام محطول القمح نزل اتفاع درجة الحرارة نحن حاليا موجودين في الصوامعات أسوان تبع القطاع مطاحم مصر العالية وهي عندنا في أسوان مكانين بنخزم فيهم بنستلم فيهم صوامع مصر العالية وصوامع الشركة القبضة للتلع هنا النهاردة نحن عندنا في الساعة التخزينية عندنا في المطحن بدأنا في قمح جاي من ود النقرة وجاي من برة بيتسلم للصوامع جاي زي ما سيتك شايف في شكاية بليستيكية اللجنة كلها موجودة بالكامل لفحص وتأكم من درجات النقوة في بداية موسم استلمة جامعة محل 2022 الحمد لله بتدنا تورين من حوالي 4-5 ايام ومن شاء الله مبشر بالخير ومجرد ما تدخل العربية عندنا بنوزنها وهي مليانة وبعد ما ناخد عيناتها بوسطة عضو هاي تسلم للغزة وإحدى درجة نرفتها بترجع تاني على الميزان تنوزنها فاضية الفارغ ما بين دخول العربية وهي مليانة وهي فاضية وهو ده كمية الغلة أو كمية الأجماع حالي احنا بنستلمها يتم في المعمل حبارك ان احنا بناخد عينة متجانسة من الأجولة يعني تقريبا من كل الشوائل بناخد عينة عن طريق ألم أغز العينات وبندخل بها المعمل بنوزن واحد كيلو تمام بعد ما بنوزن واحد كيلو يعني بندخل عينة على جهاز كارتر جهاز النظافة بتاع الأمح وبنطلع الأمح بيور وبنفصل أمح عن الشوائب جمعيات طبعا موفرانا للسماد للزرق النهاردة جاورد كمية قدرها 11 طن المطحن بيحسبنا على الدرجة 23 نص اللي هي الدرجة الفاخرة يعني 885 جنيه والأمور متسهلة وكل حاجة ماشية تمام بإذن الله ياذا مشاهدين نكونوا قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا تذكر بأبرز ما جاء فيها من علاوين الرئيس سيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأخير يؤكد أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكية رئيس الوزراء يعلن عن مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل لاستعراض رؤية الدولة للتعاون مع الأزمة الاقتصادية العالمية مصر تدين بأشد العبارات قريمة الاغتيال النقراء للصحافية الفلسطينية بالقرب من مخيم جنين مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية في تمام السادسة مشاهدين جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر